بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هادسة الامن من قناة جرافك بزائنا. النهاردة ان شاء الله هشرح درس من دروس الاوتوكاب. درس الناس درس مهم وخاص بسري دي اوتوكاب. ازاي ان انا استخدم سري دي في البرنامج وازاي ان انا استخدم امر مهم لهو في القناة انا شرحها دو دي و سري دي لو عايزين تطلوه على الدروس اللي انا شرحتها قبل كده بتدوسوا على اسم القناة من اسفل الفيديو بدخلكوا على القناة وفيها قوام التشغيل وفيها جميع البرامج اللي انا شرحتها ومنها ادو اتوكاب. قبل البتدي ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما احنا شايفين ده برنامج الوتوكاب. انا احوله لسري دي موديلين بدوس على السهم هنا فوق واقول له سري دي موديلين. زي ما احنا شايفين اتحول معي. هروح عند و هفتحها بالشكل ده كده. وهاختار سي اي ايزومتريك. هزبط الزد والاكس والاي عشان ارسم عليها. كويس. وبعدين. هكتب هنا تحت. يو اس. يو اس سي. ايكون. واختار. و نرجن. وروح عند. تو دي ويا فريم. وهعمل شايفين جايب. وخلي الشاشة بتاعتي اللي ارسم عليها هتكون. هنا عندي طوب وبوتوم وليفت اختار خليها عشان ارسم عليها. وانا كده زبطت عندي بتاعت البرنامج. هاجي بعد كده ارسم عندي هنا. ممكن ارسم باس عن طريق او عن طريق الاس بي لاين انا ارسمه خط كده. وادوس على اف تمانية ميكيبورد عشان يجب مستقيم. اهو. وخط بالشكل ده كده. وبعدين ادوس على اسكيب. اروح عند هنا. وعمل ما بين الخطين. اختار الخط الاولين. وقل له. واعمل اربعة. مسلا. واختار الخط التاني. زي ما احنا شايفين جد. واعمل ما بينهم. ما بين الخطوط. عشان تبقى مزبوطة. واروح عند موضيفاي هنا. واقل له. جاين. واختارهم كلهم. واختارهم كلهم بالشكل ده كده. كده انا زبط النقط اللي عندي. هرجع من هنا. واروح اعمل. طب. اشوف رسم من الطب. اهي. واجي ارسم دايرة. السنتر بتاعها الخط ده كده. بالشكل ده كده. واخد كوبي من الدايرة دي. اكتر من واحدة. عشان نتجرب او نرسم عليها. اه. وقل له سكيب. اجي اعمل امر سويب. هكتب. سويب. وهدوس على الدايرة هنا. وبعدين انتر. وبعدين الباطل عندي. زي ما احنا شايفين اهي. تاني حاجة هنستخدم في امر سويب. هاجة شير. الدايرة دي. واجي ارسم. اكتنجل. وزانا كده. او انا جيت رسمت. خط من هنا. لهنا. وجيت عملته موف. وخط الميت بوينت دي. احد اداية الباص هنا. عايز? اشيل الخط ده كده. اروح ادوس على سويب هنا. وادوس على المستطيع اللي عندي. وبعدين انتر. وبعدين. اقول له تويست. وده اللي احنا نتكلم عليه النهاردة. اللي هي الاختيارات بتاع تسويب اللي موجودة عندي هنا تحت. اقول له تي. وانا عايزة. الف. الباص بتاعي ده. على تلتمين وستين درجة. فهالفه. مسلا. وهعمله. اللفة دي. مسلا خمس لفات او ست لفات. فانا هعملها له. اضرب تلتمين وستين. خمسة اهي ديني الف وثمينمية. ادوس كده الف وثمينمية. وبعدين ادوس انتر. وبعدين ادوس على الباص اللي عندي هنا دا. زي ما احنا شايفين. اهي. وانا ضربت تلتمين وستين. انا عايزة الافة تلتمين وستين درجة. وعملتو. في خمسة. فاداني الشكل. اللي ظاهر عندي هنا دا. هنيجي عند السكيل بقى سويب سكيل. برضو هكتب سويب. واختار الدايرة هنا. وعمل انتر. واقل له سكيل اس. وهخلي النقطة الاولانية واحد. وهكتب سكيل اس. وهخليها نص من واحد لنص. اهو. وهدوس على الباص. هنا. دا ما هشايفين. ماس بتاعه. الغيرت في بتاعه. ممكن احنا نعمل طريقة تانية. يعني يجي هنا. نعمل. كده. وبعدين اعمل تريم. بالشكل دا كده. واشيل الخط دا. ويجي اعمل سويب. اهي. نبس على عمي فوق. واختار. الارك دا. وبعدين انتر. وبعدين اختار تويست. واختار الخط دا كده. بعدين اعمل تويست. واخليها زي ما هي دا ما انا كنت اعملها بكده امانتاشر. واختار. الباص بتاعي. هادي بقى شكلها دا ما احنا شايفين بالشكل دا. مفرغة بالطريقة ايضا. ايه. او عاديين نشوفها. شكلها هعمل ازاي. هنيجي نستخدم بقى. هنروح على. احنا شايفين. وادوس على الدايرة دي. وهاجي عند الاكس اللي هو الاحمر دا. ويحركها مية خمسين درجة. بالشكل دا. وادوس على اسكين. وبعدين اعمل سويب. اختار الدايرة دي. انتر. وبعدين. وهنا هقول له نو. هنشوفها لما نقول نو. وبشكلها عامل ازاي. وادوس على الباص. زي ما هشايفين. شكلها هعمل كده اهو. يعني نكون مقطوع من هنا. اهي. طيب لو قلنا نيس هيحصل ايه? هدوس على اسكيب. واروح عند روتيت برضو. وادوس على الدايرة. والاكس اللي هو الاحمر دا. وقل له مية وخمسين درجة. وبعدين. ادوس على اسكيب. واروح على سويب. واختار الدايرة. وبعدين انتر. وبعدين. يس المرة دي. اهو. واختار الباص. هنلاقيها هنا. عيد لائه. الانية. وبصلنا عليها. زي ما هشايفين كده. عكس التانية. وبصلنا عليها. بالشكل ده. يبقى ده على يمت. احنا عملنا مع بعض امر سويب. اهو. اول حاجة عملنا سويب وعملنا تويست زي ان احنا استخدمها. وازاي الاسكيل. لو انا عايزها بالشكل ده. وعمل سويب مرة. نوع ومرة. يس. يبقى دي الاشكال اللي احنا ممكن نستخدم فيها سويب في البرنامج. كده انا خلص الدرس بتاعنا النهاردة. ياربكم استفدتم منه. ازا استفدتم منه. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من عسفة الفيديو. تفعيل الجرس عشان يصابق كل جديد. تزوروني في الدروس القادمة. استودعكم الله عز وجل.